تسلم السيد الرئيس القائل صدام حسين حفظه الله رسالة خطية من السيد علي أكبر هاشمي رفسنجاني رئيس جمهورية إيران الإسلامية وجه فيها الدعوة إلى سيادته رعاه الله لحضور مؤتمر القمة الثامن لمنظمة المؤتمر الإسلامي كما تضمنت الرسالة رغبة إيران في تطوير علاقاتها مع العراق وقام بتسليم الرسالة الدكتور علي رضا ميرندي وزير الصحة الإيراني خلال استقباله اليوم من قبل سيادته نصره الله ونقل الدكتور ميرندي تحيات السيد هاشمي رفسنجاني رئيس جمهورية إيران الإسلامية إلى السيد الرئيس القائد حفظه الله ورعاه وتمنياته لسيادته بالتوفيق ودوام الصحة وحضر المقابلة السيد محمد سعيد الصحاف وزير الخارجية اشتركوا في القناة مقاومة قشروع ومقدس youtuber اشتركوا في القناة الناس الآن هو اشتركوا في القناة